يعتبر التفاح من أكثر الفواكه الطبيعية فائدة ذلك بسبب ما يحتوي عليه من معادن وفيتامينات هامة في بناء الجسم قد تحتاج الحامل إلى مزيد من العناية والاهتمام خصوصا في الشهور الأولى من الحمل والتي يتكون فيها الجنين ومن أكثر الأشياء التي يجب على الحامل الاهتمام بها أثناء الحمل هو اتباع النظام الغذائي المتنوع بحيث يستفاد منه الجسم بجميع العناصر من الفيتامينات والمعادن والبروتينات اللازمة لها وللجنين كما يجب عليها أن تركز على الكثير من الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على سلامة الجنين في داخلها كما تسهل لها من عملية الولادة فيتميز التفاح باحتوائه على الألياف والتي تلعب دورا هاما في تسهيل وتيسير عملية الهضم خصوصا عند الحامل ومن أكثر المشكلات التي تواجه الحامل أثناء الحمل هو تعرضها لحالات الإمساك المزمنة التي غالبا ما تنتج بسبب اختلاف الهرمونات والإفرازات داخل جسم المرأة الحامل والتي تسبب كسل في الجهاز الدوري قد يكون التفاح هو الحل الأمثل لهذه المشكلة حيث يساعد بشكل كبير في تنشيط جهاز الدوران ويقلل من الإمساك ومن أكثر مميزات تناول فاكهة التفاح في فترة الحمل أنه يساعد بشكل كبير في الحفاظ على وزن الحامل لذلك إن تناول تفاحة يوميا يشعر الحامل بالشبع كما يحتاج الجنين أثناء فترة نموه داخل الرحم إلى نوع من الاهتمام لذلك نجد أن تناول الأم للتفاح بكسرة أثناء الحمل يساعدها بشكل كبير في نقل الغذاء بسرعة إلى الجنين كما نوع يعمل على تقوية مناعة الجنين ويقلل من فرص إصابة الجنين بالأمراض الجلدية وقد أجريت العديد من الدراسات العلمية حول موضوع الغذاء في الشهور الأولى من الحمل تلك الفترة التي تحتاج إلى نوع خاص من الغذاء والمعاملة ذلك لأن الجسم حينها يكون في أشد أنواع حاجته للكثير من الفيتامينات والبوتينات والمعادن والتي تساعد الجسم بشكل كبير في إتمام القيام بجميع وظائفه ومهامه الرئيسية حيث تعتبر الحامل في الشهور الأولى من الحمل في أضعف حالتها هذا ولقد نصحت جميع الدراسات القائمة بشأن فترة الحمل وكل ما يخصها من الاهتمام بأمور التغذية أنه من الضروري على النساء الحوامل خصوصا التي تكون في الشهور الأولى من الحمل بضرورة الإقصار من تناول التفاح حيث أنها أثبتت بأنه يمتلك عدد من العناصر الإيجابية الفعالة ليس فقط على صحة الحوامل بل وأيضا على صحة الأجنة في داخلهم وقد توصلت دراسة بريطانية على أن كسرت تناول التفاح أثناء الحمل يساعد الأمهات في ولادة أطفال لا يصابون بنسبة كبيرة بمرض أربو وقد ظهر ذلك واضحا من خلال التقارير التي قام بعرضها مجموعة من العلماء المتخصصين في مجال التغذية والتي أكدت من خلالها على أن استحالت إصابة الأطفال الذين تتناول أمهاتهم خلال فترة الحمل بمعدل 5 إلى 4 تفاحات يوميا من مرض الربو بنسبة 55% ذلك مقارنة بغيرهم من الأطفال ويرجع السبب في ذلك إلى احتواء التفاح على مادة الفلاء فونويد والتي لها دور كبير في الوقاية من أمراض الصدر والربو ومن أهم الفوائد التي يقدمها التفاح للحامل أنه يساعدها بنسبة كبيرة في التخلص من جميع الاضطرابات المعاوية والتي غالبا ما تحدث بسبب عملية سوء الهضم والتي تتعرض لها أغلب النساء الحوامل خصوصا في الشهور الأخيرة من الحمل لذلك فقد تحتاج إلى المزيد من العناصر الطبيعية التي تساعدها بنسبة كبيرة في تسهيل عملية الهضم والتي تمثل مشكلة كبيرة لأغلب السيدات الحوامل كما أن تناول التفاح بصفة مستمرة وبمعدل تفاحتين يوميا ذلك يساعد الحامل بشكل كبير في التخلص من البدانة أثناء الحمل